أهلا بكم تسعى بكين لتعزيز علاقتها بالدول العربية التي تشكل أهمية استراتيجية لها فبكين أكبر شريك تجاري للدول العربية كما تشكل الدول العربية مصدرا رئيسيا للنفط الذي يعد عصب الحياة والصين هي المستهلك الأكبر له في العالم من هذا المنطلق تأتي القمة العربية الصينية في ظل أوضاع عالمية تشهد توترا حادا جراء العملية الروسية في أوكرانيا والتي كان لها تداعيات جيو سياسية واقتصادية صعبة على الصعيد الإقليمي والعالمي ومن المتوقع أن تحقق القمة العربية الصينية تطورا في العلاقات العربية الصينية ليس فقط بالنظر للأرقام التي تعكس الازديادة في حجم التبادل التجاري ولكن أيضا بالنظر لانخراط الصين في عدد من القضايا التي تمس أمن المنطقة والتي يمكن لبكين أن تلعب دورا بارزا فيها خاصة وأنها الدولة الأكثر قبولا ربما من قبل جميع الأطراف لتنفيذ الأهداف التنموية العالمية بشكل مشترك تبحث القمة العربية الصينية تطوير التعاون في مختلف القطاعات مع إتاحة الفرص للشركات الصينية للاستثمار في الدول العربية وهو ما قد يكون نقلة نوعية للارتقاء بالعلاقات الصينية العربية والشركة الاستراتيجية إلى آفاق أكبر مما يسهم في تعزيز مبادرة الحزام والطريقة والتي تهدف لتطوير علاقات التعاون في مجالات الاقتصاد وخلال السنوات القليلة الماضية شهدت العلاقات بين بكين وعدد من الدول العربية تطورا في العلاقات الاقتصادية فالميزان التجاري الصيني مع الدول العربية مجتمعة يبلغ 332 مليار دولار بعد أن كان 239 مليار وذلك في عام 2020 بينما يبلغ رصيد الاستثمارات الصينية المباشرة في الدول العربية 20 مليار دولار المأمول من القمة الصينية العربية سيكون أشبه ببناء استراتيجية جديدة لزيادة هذه الأرقام خاصة أن الوزن الاقتصادي الهائل للصين والثروة البشرية لديها والموارد والسلع التي تنتجها أصبحت ملفات مؤثرة في الاقتصاد العالمي القمة العربية الصينية تعكس التوافق الكبير في وجهات نظر الجانبين بما يدعو مسيرة التنسيق المتبادل من أجل الدافع بمواقف مشتركة تسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة والسلم والأمن بالمنطقة